اتهم المستشار النمسوي سباستيان كويتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام ورقة اللاجئين كسلاح ضد أوروبا وطلب الاتحاد الأوروبي بتوفير حماية للحدود اليونانية وقال إن أردوغان تلقي أموالا كثيرة من الاتحاد الأوروبي أو تلقى أموالا كثيرة من الاتحاد الأوروبي لتوفير الرعاية للاجئين لكنه يستخدم اللاجئين كسلاح ويدفعهم لاقتحام حدود دولة أخرى من أجل تركيع الاتحاد الأوروبي شكرا